عندنا مورنج بجوز الهند نفس الماكرون بالزلط بس بنسميه مورنج هنعمل فيه أو هنحتاج فيه 300 جرام جوز هند مطحون باودر 600 جرام سكر بودرة 6 بياض بضات نكهة جوز الهند أو رشة فانيليا ماينفعش ندخل فيه أي مناكهات لإنه قرية دي احنا عاملينه بجوز الهند فهنعمل يا ريحة جوز الهند يا إما فانيليا هدول الاتنين الوحيدين اللي ينفعوا فيه تعالوا بينا مقادير وبسيطة جداً سهلة جداً مش محتاجة أي حاجة البيض بضربه لحد ما يبقى عندي مورنج بالشكل ده أو اللي هو المورنج زي ما احنا بنقوله مورنج بنفس الطريقة دي يبقى معايا بنفس الطريقة دي اللي هي إيه هوريكم الطريقة دي اللي هي كتلة واحدة اهو متماسك معايا بالشكل ده يفضل يتدرب 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 لحد ما يبقى معايا بنفس الطريقة دي ههيبصوا لما بقل بالمعلقة مش هيقع مني لازم أعمله كده عشان يقع ده التاست بتاعه عشان تعرفه انه مزبوط هبتدي دلوقتي هدخل عليه السكر البودرة بتاعي بالراحة مستكترك كمية ممكن تعملي ايه ممكن تقسمي الكمية اللي انا بدي هيك على اتنين ونشغل بيها على ثلاثة على اربعة ممكن تضبلريها برحتك خالص يلا بينا اهو ده القوام بتاعي بالشكل ده بيبقى اهو كريمي جدا هحط فيه يا الفانيليا يا روح جوز الهند انا هاخد روح جوز الهند عشان قريدي انا مش شغلة بجوز الهند بس مش معنى ده ان الفانيليا بتبقى وحشة لا بتبقى حلوة جدا برضو معاه هاخد هنا روح جوز الهند وخلينا نحط دول هنا وابتدي اضرب وابتدي اضيف ايه جوز الهند بتاعي اللي قريدي انا مغربلاه كويس جدا ومطحون معديها في الكابة مرة واثنين وثلاثة عشان يبقى معايا ناعم قوي ومايفرولش مني المورنج بتاعي كده حلوة جدا اهو هناخد احنا ده هنا اهو بالطريقة دي ناخد سباتيولة تانية هبتدي انزل جوز الهند اللي قلتلكم انا طحناه وبقى معايا ناعم جدا بس المرة دي هنزل الكمية بتاعتي كلها وابتدي اخلطه اهو خلطته كويس جدا اهو هبتدي الحركة السريعة بتاعتنا اللي احنا بنعملها ضروري جدا ليه عشان ما يبقاش محبب معايا اتأكد انه ما فيهوش اي بقع او اللي هو الكور بتاعة الجوز الهند اللي هو دي الكوك جوز الهند اللي هو الكوك الكوك بيض العادي من الطحون اهو ناخد كيس حلواني اوكي ونعمل نفس الموضوع الصناية بتاعتنا مش متوفر عندي السيليكون دي يا زوزو هعمل ورق زبدة عادي جدا هينفع معاكي وهيبقى حلو قوي عايزة الون المارينج ده لونيه باللون اللي انت تفضليه او سيبيه فاتح برحتك خالص وزينيه في الاخر بالشكل اللي احنا هنعمله يعني برحتنا خالص زي ما احنا نهب هعمل كده عايزة اشوف ايوه يلا بينا هناخد الكبشة بتاعة الشربة عشان نعرف نشيل بيها اهي بالشكل ده ونبتدي نملى بصوا وصفات بسيطة جدا وحلوة جدا 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 ونعملها بنفس الطريقة نفس الشكل اللي انا قلتلكم عليه الحجم او حجم الكورة احنا بنتحكم فيها برحتنا خالص انا هعمله بالطريقة دي خليني اكتفي بكده اهو بنفس الشكل ده افضي الهوى بتاعي وعشان اعرف دايما اتحكم فيه خلي دايما الكيس على قد ايديكي عشان تعرفي تتعاملي معاه عشان اخليه على قد ايدي عشان ارجع املاه تاني بربطه ربطه خفيفة خالص وبشغل به بهذا الشكل او بالشكل ده مقص يزوزو اهو يلا بينا طبعا لما بيطلع عايزين نعمله ايه لما بيطلع معايا كل اللي انا عايزة اعمله ألزقه بمكون معين خليني اعمل كده هزبط انا الدايرة بتاعتي بالشكل ده اهي بالطريقة دي وهبتدي اعمل ايه نفس الفكرة هبتدي اخبط في الصنية عشان يفرش معايا الفرشة بتاعته وهعمله كده هسيبه بالشكل ده برضو ساعة من ساعة لربع لساعة لحد ما ينشف معايا بعد ما ينشف معايا بجيبه طبعا وقوم بدخلاي الفرن على درجة حرارة 130 بعد المية وثلاثين بصوا يا جماعة بعد المية وثلاثين تسيبوها 10 دقايق في الفرن لا اقل ولا اكتر لو هتزودوا قوي 15 دقيقة لو حسيت انه طاري معاكم ومية 15 دقيقة ما تعدوهاش عشان ما يغمقش معاكم اللون نطف الفرن نخرجه من الفرن نسيبه ما نشتغلش فيه لحد ما يبرد خالص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر